طبعا الأمر لم يعد يتعلق لحقيقة الأمر بأعداد المرتزقة الواصلين إلى ليبيا الأمر يتعلق بأن العملية هي مستمرة من قبل المخابرات التركية من قبل ما يعرف بوزارة التفاق الحكومة المؤقتة أو الجيش الوطني السوري المعارض غير آبهين حقيقة الأمر لجميع النجاءات التولية بوقف عملية تجديد المرتزقة وأرسالهم إلى ليبيا إلا أن حقيقة الأمر أن السلطات التركية والمجموعات الوالية التركية هي مستمرة بهذه العملية عبر تجنيد المرتزقة من المخيمات النزوح داخل الأراضي السورية في إدلت وإهام الذين يريدون إرسال أبنائهم على أساس أنهم يرسلون للقتال أو لحماية حقيقة الأمر منشآت حكومية في قطر ضمن شركات أمنية هذه المجموعة المكونة من نحو 120 مقاتلا جلدت تعبر سليمانشا وسلطان امراد وخيلق الشام وأنثرت إلى تركيا في معسكر التدريب في تركيا قيل لهم بأن الوجهة هي ليست قطر بل الوجهة هي ليبيا والراتب الشاري هو ليس 3000 دولار مثل ما وعدوا بل هو 2000 دولار شهريا هذه العملية مستمرة عبر ممول حقومة الرفاق وتمويل من قبل القطر لا نعلم ولكن ما نعلمه بأن القوانين الدولية تستمر تركيا بخرقها غير أداء لكل أنداءات الدولية مثل ما صمد المجتمع الدولي حتى شهر أيلول ستمبر من عام 2014 عندما بدأت عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش عندما كانت تدخل المخابرات التركية عشرات ألاق ما يعرف بالجهاديين لتدمير ثورة الشعب السوري إلى سوريا وسيطرت هذا التنظيم المصنف أرهابيا وفت جميع المعايير الدولية على أكثر من نصف الأراضي السورية وكان في فترة من الفترات يسيطر على 200 كم شريط حزيزي مع تركيا وتقوم التركيا بالتجارة مع هذا التنظيم لكن على ما يبدو أن دور التنظيم انتهى بعد ذلك تحدث المجتمع الدولي عن وجود هذه المجموعات التي دمرت الثورة السورية واليوم ذات الشيء هناك من يريد أن يصمت على ما يجري من نقل منتصف إلى ليبيا إلى حين أن يأتي الوقت الذي سيتحدث به المجتمع الدولي عن دور تركيا بإرسال هذه المجموعات إلى ليبيا هناك نحو أكثر من أربعمائة وثمانين قتيل بينهم عشرات الأطفال ولكن حقيقة لمنحظت من طوال المائة وعشرين التي جندت وعصرت إلى ليبيا خلال الأيام الفائدة كان هناك مجموعة من الأطفال الذين لا لقت لهم ولا جمال سوى بأن القضية قضية تعوز مالي يرسلون من أزله لو كتال في ليبيا المجموعات الجهالية التي كانت مع القاعدة وقنزين داعش هناك نحو عشرة ألاق مقاتل أو ما يزيد بينهم نحو 2500 تونسي كانوا أدخلوا إلى الأراضي السورية عبر ليبيا وتركيا ترجمة نانسي قنقر